اهلا بكم في حلقة جديدة من سوريا اليوم ونناقش فيها اردوغان يجدد عزم بلاده على شن عملية عسكرية جديدة شمالية سوريا جولة دستورية سورية جديدة ثامنة واخيرا مسيرة اعلام اسرائيلية والضفة تنتفض مع الاقصى اذا تصريحات جديدة للرئيس تركي رجب طيب اردوغان بخصوص العملية العسكرية المرتقبة حيث جدد تهديداته بمكافحة الارهاب اكد ان بلاده لا تنتظر اذنى احد متهما الولايات المتحدة الامريكية بعدم تنفيذ التزاماتها سائل اعلامية تنقل عن مصدر في الجيش الوطني ان انقرة ابلغت قادة الفصائل بتأجيل العملية العسكرية الى اجل لم يحدد بعد فهل البازار السياسي للعملية لا يزال مفتوحا وما هي المعوقات امامها في المحور الثاني تنطلق الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف بمشاركة وفدين نظام الاسد والمعارضة ورعاية مبعوث الام المتحدة جير بيدرسن لا امل يعول عليها في هذه الجولة التي تحصل في ظل تطورات السياسية والعسكرية التي تحيط بالملف السوري وما ينعكس على ملفات عديدة فما هو جدول اعمال هذه الجولة وهل هناك امكانية في احراز تقدم خلافا للجولات السابقة اما في المحور الاخير تطورات جديدة وتحذيرات من فرض واقع جديد في المسجد الاقصى هنا مستوطنون يرفعون العلم الاسرائيلي في بحات الاقصى والاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين اصط تحذيرات من مسؤولين في القدس المحتلة من ان يكون ما جرى من انتهاكات خلال اقتحام المستوطنين الذين بلغ عددهم في الجولة الصلاحية اكثر من الف مستوطن فماذا بعد هذه التحركات واي سيناريوهات يرسمها الاسرائيليون والفلسطينيون اليوم الحلقة بدأت مرحبا بكم اشتركوا في القناة جدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تهديداته بمكافحة الارهاب مؤكدا ان بلاده لا تنتظر اذن احد متهما الولايات المتحدة بعدم تنفيذ التزاماتها في حين نقلت صحيفة العربي الجديد عن مصدر في الجيش الوطني ان الجانب التركي ابلغ قادة الفصائل بتأجيل العملية العسكرية الى اجل لم يحدد بعد ذلك خلال الاجتماع الذي جرى مساء السبت في منطقة حوار كيلس على الحدود السورية التركية مع تأخر بدء العملية العسكرية التركية شمالية سوريا جدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تهديده قائلا ان بلاده عازمة على مواصلة مكافحة الارهاب ومؤكدا بالوقت ذاته ان محاربة الارهاب لا يمكن ان تجري عبر اخذ الاذن من احد متهما الولايات المتحدة الاميركية بعدم القيام بالتزاماتها حيال ذلك في اشارة الى اتفاق المنطقة الامنة الموقع عام 2019 والذي تعهدت خلاله واشنطن بخطوات على الارض لمعالجة المخاوف الامنية التركية وعلى الرغم من تجديد الرئيس التركي لتهديداته نقلت صحيفة العربي الجديد عن مصدر مطلع في الجيش الوطني قوله ان الجانب التركي ابلغ قادة الفصائل بتأجيل العملية العسكرية الى اجل لم يحدد بعد وذلك خلال اجتماع عقد السبت في منطقة حوار كيلس على الحدود السورية التركية يأتي التأجيل بشكل مفاجئ اذ جاء عقب يوم واحد من اجتماع جرى خلاله تحديد مسار العملية العسكرية ومراحلها اما اسباب التأجيل فليست واضحة تماما لكن تنقل الصحيفة عن المصدر ان الرفضين الاقليمي والدولي لاي تغيير على خريطة السيطرة على طول الشمال السوري ربما يكونان قد دفع انقرة الى تأجيل عمليتها العسكرية والتي تسعى عبرها لتوسيع المناطق الامنة لاعادة عدد كبير من اللاجئين السوريين على اراضيها ودفع قوات سوريا الديمقراطية بعيدا عن الحدود في حين يذهب اخرون الى ان اطرافا طلبت من تركيا تأجيل عمليتها لاتمام موسم حصاد القمح شمالية وشرقية سوريا لاهميته للسكان وسط مخاوف من ازمة غذاء تنتظر العالم مع استمرار الغزو الروسي لاوكرانيا وتعثر تصدير القمح من هناك للحديث في هذا الموضوع ينضم الينا الصحف في محمد مستو هو معنا في الستوديو وينضم الينا ايضا من اريزونا الدكتور زاكي اللابابيدي رئيس المجلس السوري الامريكي مساء الخير لكم سبدا معك سيد محمد مستو يعني ماذا نستنتج من تأكيد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي يعني اكد على عزم بلاده مواصلة مكافحة الارهاب دون اخذ الاذن من احد هذه المرة التصريحات الاخيرة لرئيس التركية نعم تحياتي لك والاستاذ المشاهدين العزم التركي قديم منذ 2014 مع نهاية عام 2014 عندما ادركت تركيا وتأكدت من الرابط بين ما يسمى قسد وبيكاكا او ما يسمى حزب العمال الكردستاني هذا العزم موجود قديم وتركيا اتجهت الى تطهير هذه المناطق على الحدود بشكل تدريجي وفي كل مرة كانت تركيا تحاول ان تنسق مع الولايات المتحدة الامريكية وروسيا في هذا الصدد شهدنا عملية درع الفرات شهدنا عملية غصن الزيتون شهدنا عملية نبع السلام والان تركيا تستعد لعملية اخرى طبعا تركيا قلت لكم العزم موجود تركيا تحاول قدر الامكان ان تتواصل مع كل من روسيا وامريكا وامريكا تحديدا ومنذ سنوات تنقل تركيا المخاوفها الامنية تجاه ما يسمى قسد الى الولايات المتحدة الامريكية يبدو ان تركيا اليوم من خلال التصريحات يبدو ان الجانب الامريكي لا يستمع ولا يريد ان يفهم او يفهم ويتجاهل المخاوف الامنية التركية والتي هي مشروعة وخاصة في هذه الفترة في هذا الظرف يعني تركيا تعرف انها بعد الحرب الغزو الروسي لاوكرانيا ان لدى الدول الحساسية الامنية زادت لدى الدول وتركيا من خلال هذا الوضع ارادت ان تنقل ايضا حساسياتها الامنية الى الولايات المتحدة التي تدعم قسد نعم ودكتور زكي الابابيدي يعني الرئيس التركي رجب طيب اردوغان جدد اتهاماته للولايات المتحدة الامريكية بانها لم تلتزم بتعاهداتها من ابعاد قسد عن الحدود بين البلدين كيف ينظر الى هذه التهديدات الحقيقة في خلاف تركيا امريكيا لا شك بالنسبة للشمال السورية وطالما الادارة الحالية موجودة بالبيت الابيض يعني اذا ما تغير شيء على يعني كبير تير على الارض بسوريا او بالنسبة للحرب الاوكرانية وحاجة الناتو لتركيا ما بعتقد هالموقف هذا رح يتغير لحتى اما يتغير الكونغرس باخر هاي السنة ممكن جدا ان تصير الاغلبية هي جمهوريين ممكن يكون في ضغط باتجاه حل الخلافات مع تركيا بسبب عديد من العسكريين والسياسين الامريكيين بيتفهموا مكان التركيا بالناتو الحاجة الى اذا تطور الصراع مع بوتين وروسيا وضم دول اخرى غير الاوكرانيا وهذا ممكن يعني حسب شو بيستيب اوكرانيا ففي كتير سياسيين بيتفهموا الشيء هذا هلأ بالوضع الحالي من هون لاخر السنة الحقيقة الوضع صعب لانه الادارة الحالية الموظفين بالبيت الابيض المسؤولين على الملف هذا انه مع قصد مية بالمية ولن يتخلوا عنها بالمقابل بعدها دعنا التأجيل بالعملية التركية الحقيقة عبارة عن جسنا برضا يشوف اذا تقدر تحصل تركيا على 90% من اللي بدأ من العملية العسكرية بدون ان يهدر اي دم تركي او يصير حرب لانه ما حدا يتوقع نتائج حرب انت ممكن تبدأ حرب بس لا يمكن انك تتوقع شو بصير وانت بتنتهى والاخري فهي مو شغلة سهلة وخصوصا لما تركيا لقيت انه يعني غريب جدا مع انه العداء بين الاتحال بين روسيا وامريكا هلأ على أشده من وقت الحرب الباردة والعداء بينها وبين غير لاعبين بالملف السوري هلأ فجأة في توافق على ضد العملية التركية من روسيا وأمريكا وإيران وطبعا النظام هذا لا بد منه بس الرسائل اللي بعتها بوتن بانه يجيب طيارتين حربيتين يحطهم طيارتين ما بتسوي شي بالحرب بس هي عبارة عن رسائل سياسية ست طيارات هالكوبتر دوريات روسية مع النظام رسائل انه النظام بحمايتهم وقصد بحمايتهم وللأسف قصد عم تتمتع بحماية الجانب الأمريكي والجانب الروسي على حساب السوريين بهذه المنطقة نعم سيد محمد مستو إذا ما عدنا للحديث عن صلب العملية العسكرية بحسب مصادر صحيفة العربية الجديد فان الجيش التركي أبلغ قادة الجيش الوطني بتأجيل العملية العسكرية لأجل غير محدد برأيك ما هي أبرز أسباب هذا تأجيل هو الشيء لا أعتقد أن هناك تم تحديد موعد العملية لكي يتم تأجيلها يعني أي عملية تحتاج إلى تحضيرات هذه التحضيرات كما شاهدنا في عمليات السابقة التي أجرتها تركيا في غصن الزيتون ونبع السلام ودرع الفرات فهذا يحتاج إلى وقت تحضير العسكرية التجهيز يحتاج إلى وقت بعد التجهيز يتم تحديد تاريخ العملية وحتى ينقل ربما قبله لكن أنا لا أعتقد أن هناك تم تحديد وقت للعملية وتم تأجيلها إنما الآن هو تهيئ ما تقوم به تركيا تهيئة سياسية تهيئة أرضية العملية عملية مقبلة وإظهار مخاوفها المشروعة وهواجزها الأمنية لأمريكا أو لغير أمريكا لكل دول العالم بحيث في حال قامت في عملية تكون قد برأت زمتها وأظهرت للعالم أسباب هذه العملية لكن أن هناك عملية هناك تم تحديد موعد فأنا صراحة أستبعد ذلك هذا ما تقوله يعني الصحف أيضا صحيفة خبر تورك سيد محمد مستو تقول نقلا عن مصادر عسكرية في ولاية أدنى أن يعني 90% من التحضيرات للعملية العسكرية جاهزة الآن ما مؤشرة هذا الأمر يعني عندما يكون 90% جاهز يعني أنا في رأيه هذا الأمر لا يمكن إخفائه يعني نحن نستند على تجارب سابقة عندما في العمليات السابقة عندما كان يتم التجهيز كان نرى أرتال الدبابات وأرتال الجنود وتحركات وحتى الجيش الوطني يكون في حالة استنفار وفي حالة تجمع والنقاط واضحة ومحددة هذا الشيء لم نراه بعد نعم فلذلك يعني ليس هناك تجهيزات ميدانية ربما هناك تجهيزات في المكان ربما هناك خطط عسكرية وضعت لكن كتجهيزات ميدانية وعسكرية وسوق جنود ومعدات هذا الأمر لم يتم بشكل واضح بعد نعم دكتور سكي الأبابيدي هل تعتقد أن الحوار السياسي ما قبل العملية العسكرية المحتملة يعني التي تريد تركيا شنها ما زال مفتوحا بين تركيا والولايات المتحدة من جهة وتركيا وروسيا من جهة أخرى وتأثير يعني الحرب الروسية على أوكراني على يعني الدور الروسي في هذه الفترة طبعا الحوار دائما مفتوح بين الدول العظمى وروسيا وأمريكا مثل ما بتعرف اللاعبين رئيسيين بسوريا تركيا بسبب الشريط الحدودي الطويل مع سوريا يعني بكيف فرن أو غصبا عنهم مخرطين بالشأن السوري وأسباب عديدة لا يوجد ذكر ألا بس الحوار المفتوح المشكلة أنه كما حكينا الولايات المتحدة الأمريكية لحل ما غيرت موقفها من قصد لحتى يتغير هذا الموقف أو لحتى تتغير المعطيات الجيوسياسية لحتى فعلا يصير في نقاش عن عضوية فرنندا والسويد بالنيتو في أوراق بإيد الأتراك ما كانت موجودة من أول المضيق البغسفور اللي سكروا بوجه السفن الروسية المجال الجوي التركي بوجه الطائرات الروسية هاي كل الأوراق ممكن تتعب على جنبين وتروسيا بتمشي دوريات عسكرية مع قصد بدأ شي مقابل للحماية اللي عم تقدمها لقصد بالنهاية بالنهاية لا يمكن إذا عم نحكي نحن بموضوع جيوسياسي بالأخير أنه تتخلى الولايات المتحدة عن الثاني أكبر جيش بالنيتو وقت اللي لازمنا بشكل كبير بحربها ضد روسيا بعلاقاتها السيئة هلا مع الصين مقابل قصد لا يمكن نحن شفنا كمان أنه الولايات المتحدة بالأخير استثمرت مئات البلايين من الدولارات في بناء 300 ألف جندي أفغاني جيش أفغاني بقوة جوية وبرية وإلى آخر وقوات خاصة وكله وبالليلة ما فيها ضوء أمر تركوا أفغانستان ومشيوا وبعتقد هذا اليوم جاي لقصد أولا ولأخيرا حتى هم يعرفوا ولذلك يتفاوضوا مع الروس ولذلك يتفاوضوا مع النظام لأنه عرفانين أنه هذا اليوم عبارة عن مسألة وقت طبعا تركيا تفهم ذلك وإذا كانوا بقدروا يحصلوا على الهدف بدون تكلفة سياسية أو عسكرية أو أرواح من الأتراك وغيرون ما في داعي لعملية عسكرية إذا كانوا بيحصلوا على الهداف بدون عملية عسكرية نعم سيد محمد مستو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية لأن توافق أنقراء على هذه العملية العسكرية التي تريد تركيا شنها في شمال سوريا برأيك في الحقيقة كما قال دكتور سي أستاذ زكريا الديمقراطيين الآن في البيت الأبيض هم يعني يعتبرون مدافعين عن قسد دائما هناك حتى الجنود الأمريكان والضباط الأمريكان في مناطق شمال الشرقي سوريا لهم علاقات جيدة مع قسد وهؤلاء ينقلون رسائل إلى القيادات وربما يعطوهم صورة مخالفة مثلا من إحدى طروحات تركية لشن أو مبرراتها لشن عملية عسكرية هي أن قسد ويا بيك هم كيان واحد ويا عفوا وبيكاكا بيكاكا يتحكم بقسد ويسيطر عليها وهو الآمر الناهي في هذا الموضوع وتقدم عندها كثير من الأدلة والقراء والدلائل يعني لا يعد ولا يحصى ما يثبت هذا الكلام لكن ربما الصورة التي ينقلها الجنود الأمريكان أو البيروقراطيين الأمريكان إلى البيت الأبيض صورة قيد صحيحة ربما يحاولون أن يجملوا وجه قسد بأنهم يحاربون الإرهاب وبعد التهديدات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب بردوغان للولايات المتحدة الأمريكية أو الاتهامات بخصوص أنها لم تلتزم باتفاقها مع تركيا بإبعاد قصد عن الحدود بين البلدين هل سيتغير الموقف الأمريكي أم لا أنا لا أعتقد في ظل الديمقراطين أن يتغير الموقف الأمريكي لكن تركيا يبدو هناك تصميم وعزم تركي واليوم كلام الرئيس رجب طيب بردوغان يظهر ذلك تركيا مصممة على أن تؤمن حدودها الجنوبية ومصممة على أن تؤمن المنطقة الآمنة التي أنشأتها من خلال ثلاث عمليات العزم التركي واضح لكن متى ستكون هذه العملية في أي وقت هذا أمر ربما يحتاج إلى قليل من الوقت لكن سيحدث أنا أعتقد أن هذا سيحدث دكتور زكي الأبابيدي العملية العسكرية المحتملة التي تريد تركيا شنها في شمالي سوريا هل تعتقد أنها ستكون حاسمة لعودة نحو مليون لاجئ سوري طوعيا طبعا هذا الهدف هو إعادة ناس للبيوتون حسب العملية وحجمها ممكن أنه يعود مليون لاجئ الحياة في أكثر من مليون لاجئ بتركيا من المناطق الشمالية الشرقية ما بتهد في أي لاجئ تعطي أنت خيار أنه يرجع لبيته لأرضه خصوصا نحن نحكي عن المناطق نحن الشمالية الشرقية من سوريا يعني مناطق زراعية ناس عندهم أراضي عم يزعوها عم يشتغلوا فيها بيوت ألا أنت قاعد بتركيا ببلد بضيعة بمكان كلاجئ عم تستنى مساعدات وبعيد عن أرضك بعيد عن بيتك بعيد عن أهلك ما في شك أنه الناس تنتظر هالرجع الفكر الثاني حتى الولايات المتحدة الأمريكية لازم تجابع بهالوضع هذا أنه السوريين اللي طردوا من الجزيرة السوريين من كل التوائض من كل القرى والبلدان وتهجر قصرا والشغلات اللي عم تساوية قصد بهالمناطق هاي اللي تشبه عمليات النظام من التجنيد الإجباري من الخطف في القتل السرقة سرقة البترول يعني بترول للشعب السوري كله ما في حدا عم يستفاد منه هلا غير قصد يعني هاي شغلات غير مقبولة فإن شاء الله أنه يكون في حد لهالأمور هاي سلمة يعني إن شاء الله أن تركيا تقدر توصل للهدف من العملية العسكرية بدون عملية عسكرية أنا برأي هذا الحياة الانتصار بيكون للسوريين للأتراك ويرجعوا اللاجئين لبيوتون كمان هذا انتصار يعني كلما رجعوا اللاجئين لبيوتون كان بالشمال الشوقي أو بالشمال الغربي معارضة النعمان خانشيخون كل البردات اللي فاضية ما في حدا والناس عم تعيش بالخيام وبدون شغل وإلى آخرين يعني هذا الهدف الكبير بالأخير طبعا له اعتبارات سياسية داخلية ما في داعم ندخل فيه هلأ بس هذا الحقيقة شيء منيح بالنسبة للأتراك ولا السوريين يعني انه يرجعوا اللاجئين لبيوتون نعم رئيس المجلس السوري الأمريكي دكتور زكي اللبابيدي كنت معنا من أريزونا شكرا جزيلا لك وشكرا أيضا للصحفي محمد مستو كان معنا هنا في الستوديو شكرا جزيلا لك مشاهدينا فاصل ونعود